نعى المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة شهداء قوات المسلحة المصرية الباسلة الذين ارتقوا في الحادث الإرهابي الأثيم على نقطة رافع مياه غرب سيناء ودعى مستشار قضايا الدولة الله أن يتغمد الشهداء الوطن بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يشفي الجرح والمصابين شفاء لا يغادر سقما وأكدت هيئة قضايا الدولة أن مثل تلك العمليات الإرهابية الخسيسة لا تزيد المصريين إلا وحدة في الصف وإصرارا على ضحر أمثال هؤلاء الخونة والمأجورين